اهلا وسهلا بيتمي يا اصدقاء في فيديو جديد انا سلمة حجاج ودي قناتي تحفة تحفة وفي فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الستايل دوت من التصميم اللي اسمها التصميم دوت بيكون فيه الشكل دوت كده اللي عامل زي غروب الشمس وميزة النوع دوت من التصميم انه هو ينفع لأي نيش او لأي مجال تصميم انتو تحبوه يعني لو فتحنا مش انفورمل ويبصينا على التشتات المستخدم فيها بتاع دوت هنلاقي ان هي مستخدمة في مجالات كتيرة جدا وكلهم جايبين مبيعات كويسة على زي مثلا التشرت دوت عن الباسكتبول او كرة السلة التشرت دوت عن عربيات السباء التشرت دوت عن نوع الكلب دوت حتى التشرت دوت بالرغم انه هو مستخدم منه الوان تانية مختلفة بير الوان المعتادة لكنه برضو جايب مبيعات وبردوها كذلك عن الباسكتبول التشرت دوت عن الدرجات النارية او الموتسيكلات التشرت دوت كمان في تصميم ممكن الناس تستخدموا كهدية لمحبين العلوم او حتى مرسوم عليه كده زي صورة وكمان التشرت دوت مرسوم عليه حوت وقرش فتقدروا تستخدموا دوت في اي حاجة انتوا عايزينها ولو مش عارفين اللي انا بعمل لعمناها سيرش ديت هي اداة رائعة جدا لكل الناس اللي حابة ان هي تحترف مجال التباع والطلب بتطلع لكم افكار كتيرة جدا وتقول لكم التنافس على الافكار ديت عامل ازاي ونسبة المبيعات عليها عامل ازاي وتفاصيل كتيرة جدا اتكلمنا عليها في فيديوهات سابقة هنا على القناة وكمان تقدروا تحصلوا على خصم عشرين في المية لما تستخدموا الكود بتاعنا اثناء الاشتراك في دلوقتي بقى يلا بينا نشوف هنعمل التصميم بتاع دوت ازاي ولانه احنا عارفين ان انتشيرتات السودة هي الاكثر ما بيعمل في مجال التباع بالطلب فعشان كده من البداية عايزين نشتغل على خلفية سودة واحنا بنعمل التصميم بتاعنا عشان ناخد في اعتبارنا اي الوان احنا هنستخدمها فعندي حل من اتنين يا اما هرسم هنا كده بالريكتانجل تول مربع واخلي لونه اسود ولما اجي اعمل اكسبورت للصورة ديت لازم اخفي المربع دوت عشان انا بعملها اكسبورت من غير خلفية اول حل التاني وهو الاسهل هو اني اجي هنا كده من فايل واختار document setup وبعد كده هنا هاختار simulate colored paper هعمل عليها صح بالشكل ده والمربع اللي فوق هنا هضغط عليها تطلع علي الالوان دي كلها هاختار اللون الاسود عشان عايزة الart board بتاعي دوت يبقى لونه اسود ويهي هقوله اوكي هلاقي الart board بتاعي تلونلي بالشكل دوت باللون الاسود وانا لما اجي اعمل اكسبورت هعمل اكسبورت عادي خالص بين جيب خلفية شفافة والخلفية السودة ديت مش هتكون ظهرة عندي ابدا هروح على الالبس تول او الاداة اللي بارسم بيها دايرة وهاجي هنا بالشكل دوت كده وانا ضغطة shift ابدأ ارسم الدايرة بتاعتي وهكبر الدايرة بتاعتي كده شوية لحد ما توصل للحجم اللي انا عايزاه واحطها كده هنا في النص وهخلي مثلا اللون هيكون ابيض او اللون كده يكون واضح في اللون الاسود اللي انا مستخدميه دوت اللون دوت مش فارق خالص دلوقتي عشان كده كده هتغيره بعد شوية دلوقتي الانتج دوت نقدر نعملها باكتر من شكل ممكن تكون شكل دائري ممكن تكون مسهلس ممكن تكون شكل هزي هيكساجون كده او سوداسي ممكن كمان تكون دايرة كاملة وممكن كمان تكون دايرة ومن تحت هنا كده دوت مش ظاهر وهنستغل الجزء دوت في الكتابة وده بصراحة style من الستايلات اللي انا بحبها جدا وبحس ان هي فيها مساحة كويسة جدا للكتابة فاللي هعمله ان انا هاجي هنا كده ويحط المستطيل بتاعي بالشكل دا وهلون بقى المستطيل بتاعي دوت اي لون تاني يكون كده ظاهر فوق اللون بتاعي هنا وبعد كده هعمل مستطيل تاني يكون صغير بالشكل اللي انتو شايفينه دوت المستطيل دوت هو عبارة عن الخط او القطع اللي انا هعمله في الدايرة بتاعتي وبعد كده وانا ضغطة بالكيبورد ومعلمة على الشكل المستطيل الصغير بتاعي دوت هعمل او يعني وهرفعه بالشكل دوت للمسافة اللي انا شايفها مناسبة وتكون في نفس الوقت متقبلة مع المسافة اللي تحت. لما بشد كده الفقشية دي اللي على اليمين بتظهر لي. فده معناه ان انا كده في المسافة المزبوطة. بعد كده مرة تانية وهسحب برضو الخط بتاعي دوت كده لحد ما ازبطه على نفس المسافة بتاعتي. وهكرره اكتر من مرة. لحد ما اقسم الشكل او الدايرة بتاعتي زي ما انا عايزة. عشان بقى اقطع الدايرة بتاعتي ديت واخد الشكل النهاية بتاعها. عندي حلة من حلين. اما اعلم على كل دوت كده. وايجي هنا بالشيب بلدر تول واعلم على الدايرة بتاعتي وامسح اي زيادات. وفي طريقة تانية برضو سهلة جدا. وهي بالزبط. هلاقي هنا عندي كده في القائمة بتاع الباوث فايندر ولو مش زاهر عندكم الباوث فايندر تقدروا من قائمة هنا. تنزلوا لحد تحت وتختاروا من هنا باوث فايندر عشان الويندو دي تزهر لكم. هاختار من الباوث فايندر تاني واحدة اللي هي ماينس فرونت. ماينس فرونت يعني اطراح لي او شلي كل الاجزاء اللي موجودة في الفرونت. مجرد ما اضغط عليها هلاقي شلي كل الاجزاء اللي كانت في الوش ديت. وكمان مساحة اوتوماتيك. فده اسهل طبعا بكتير من الشيب بيلدر تول. هلاقي عندي هوق الشكل زي ما انتم شايفينه. والاجزاء اللي فاضية منه ديت هي شفافة مش سودة ولا اي حاجة. وهي حط الشكل بتاعي هنا في النص. نيجي بقى للفقرة الجميلة جدا طبعا وهي فقرة الالوان. وانا هنا محددة كده زي كالر بالت. وين جاهزها عندي لالوان الفنتج. ويتقدروا توصلوا بكل سهولة لبالتة الالوان في البوست الخاص بالتصميم دوت على المدونة هتلاقوا البالتة موجودة عندكم جاهزة. اللي هعمله ان انا هختار من هنا كده وهضغط برة. وبعدين هاجي من هنا كده من تحت اختار الجزء دوت. واضغط اي من الكيبورد او واي تول واختار اللون ده. بعد كده تاني. واي واختار اللون اللي بعده. وهلونها زي ما انا عايزة واختار الالوان اللي انا عايزها. دوت بيكون لبلتات الوان مختلفة. زي ما شفنا كده في التصميم اللي انا ورتها لكم على في حتى بلتات الوان ممكن تكون درجات من درجات الازرق عادي جدا ما عندناش اي مشكلة خالص. في التصميم اللي انا مختارة ان انا اعمله النهاردة عايزة اعمل حاجة كده ليه علاقة بالصف بما اننا داخلين على الصف والاجواء الصيفية. فعشان كده عايزة اضيف هنا كده شكل نقدر ان احنا نحط اي شكل من الاشكال هنا. نقدر كمان احنا نضيف كتابة مش لازم نضيف اشكال. نقدر كمان نعمل حاجات تانية كتيرة جدا ومشتر تلتزمه باللي انا بعمله النهاردة. فاللي انا حابة اعمله ان انا اخترت شكل نخلة كده. والنخلة دي هاخدها كده من هنا. وهضفها في ادوب بالشكل ده. وهحطها في النص بالطريقة دي. وكمان عايزة بقى اضيف التأسير بتاع فعندي هنا كده صورة كده بخلفية شفافة. هاخدها هنا كده واحطها على التصميم بتاعي. وهحاول ان انا احركها كده شوية. بحيس يعني لو حطها كده هتبقى مدارية على التصميم نفسه. فانا بحاول ان انا اغير في شكلها لحد ما لايه انسب حاجة ممكنة. مش عايزها تكون مضيعة لي الشكل بتاع التصميم نفسه. وبعد كده هجيب من هنا كده شكل لدايرة. وانا ضغطة هسحب كده الدايرة بتاعتي. وهتدي مسلا وليكن اللون الاحمر ده وتشاهد نبقى شايفاها. واخد الدايرة بتاعتي واحطها هنا بالمنظر ده. وهكبرها شوية لحد ما تبقى بالزبط على الرسمة بتاعتي. وهجيب من هنا كده وهاجي هنا كده بالزبط اعمل نقطة. واضغط عليها ومن هنا كده اعمل نقطة واضغط عليها دابل كليك. والنقطة اللي تحت دي اعلم عليها واعمل لها دليت عشان ابي جبت الشكل بتاعي بالزبط. هتأكد ان الباس او الدايرة بتاعتي ديت موجودة فوق بتاعي. وهعلم عليهم هما الاتنين بالشكل دوت. امن الكيبورد هختار عشان تبقى بتاعي موجود جوة الدايرة فقط مش موجود براها. وبعد كده بقى هكتب اي نص انا عايزة. ممكن مسلا اكتب ده سمر او استمتع بالصيف. واتدي له كده لون مسلا وليكن ابيض بس عشان اشوف انا كدب ايه. واكبره هنا كده بالشكل دوت. واختار من هنا بقى اي خط يعجبني. وبرضو هعمل دايرة تانية. وهخليها برة شوية الشكل بتاعي بالشكل ده. وهاجي هنا كده من هضغط يمين وهختار وهاجي اقف هنا كده مسلا واكتب جملة كمان وليكن مسلا هكتب هديها برضو اي لون كده عشان اشوفه وهكبر الخط بالشكل ده. او خلونا بقى نعكس نعمل هنا كده. زي سمر حسيت ان دي اطول. ونحط هنا كده. ونغير مسلا لون دي كده لأي لون من هنا. ويحركها كده بالشكل دوت بحيس تبقى موجودة في المنتصف. وهديها نفس لون الكتابة اللي تحت دوت. وبكده ده التصميم النهائي بتاعنا للنهار ده. نقدر نحن نحط التصميم دوت على التشيرتات. نقدر نحن نحطها على نقدر كمان نعمل بنفس الفكرة ديت وبنفس دوت الافات التصميم وعن مجالات وهنا مواضيع مختلفة نقدر نحط رسومات في النص ونقدر ما نحطش رسومات في النص وكمان نقدر نستخدم بالتات الوان مختلفة ومع ذلك برضو هطلع التصميم شكله حلو. وده كده شكل التصميم بتاعنا لو استخدمنا بالتة تانية من بالتات هتلاقي اكتر من بالتة الوان تقدروا تستخدموها في البوست الخاص بالمشروع دوت او بالتصميم دوت على المدونة تقدروا تستخدموا اي بالتة تعجبكم. وهي برضو التصميم هيكون شكله حلو. لو جربتوا تعملوا التصميم دوت ما تنسوش تبعتولي مشاركاتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام عشان هنشورها بساميكم على المدونة. ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك ويسبسكرايب وفعلوا لجرس ويختاروا اول عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي جاية. ما تنسوش تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام واستجرام. هسابلكم كل الرابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد دمتم بخير باي باي.